يا مساء الخير يا مساء الفل يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى النهاردة بقى حلقة مهمة جدا جدا لينا كلنا بجميع الأعمار اليومين دول كده طول الوقت بنلاقي شكوى أدخل البيت أحس أن أنا مخنوقة أحس أن أنا مصدعة طول الوقت لدي الناس يقولك أنا عندي صدع نصف غريب أنا مخنوقة أنا حس أن أنا عايزة غير جو يجي نسافر ونغير جو نرجع نحس أن إحنا مخنوئين أكتر نهدى شوية لو إحنا روح نقعدنا على بحر ولا جددنا الطاقة لكن أول ما بندخل البيت نحس أن إحنا مخنوئين كده كده مش طايقة نفسي تلاقي الأم دخل عمالها تزعق والولاد بيزعقه وده بيعيط وده بيزعق وده بيتخانق وتلاقي الولاد كلهما سكين في بعض هو فيه إيه؟ مش عارفة تروح الشغل تبقى عايز عندك الطاقة أن إنت تشتغل وتدي في شغلك بس تلاقي نفسك كده إيه؟ عندك خمول حاس أن أنا عندي خمول وكسل غريب كل يوم قبل ما بننام بناخد مية قرار أنا بكرة هنزل أروح الجم بكرة هبتدي أعمل دايت لازم يبقى جسمي حلو لازم أعمل واعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نسحة الصبح عندنا خمول وكسل ولا أدر أعمل أي حاجة من لنا قررتها قابليها بليلة طيب تروح في أي مكان اللي هو أنا لابسة وخرجة عايزة مبسط أنا عايزة أشوف صحابي ومبسط يعني يوم في الإسبوع بعد كل عناء الإسبوع والشغل والحاجات دي كلها أول مخرج أحس أن أنا عايزة نام مش قادرة أتكلم بيتكلموا في حاجات ما عنديش طاقة أخد ودي الناس دلوقتي تلاتة ارباحة صغيرين وكبار شباب وكبار كل الأعمار يقولك أنا ما بقاش عندي طاقة أنا ما بقاش عندي طاقة ليه؟ ده أنت لصة صغير تقطق راحت فين؟ يقولك مش عارف ما عنديش خلق كمان حتى العلاقات أغلبها دلوقتي بيبوز بسبب أن كل واحد من الطرفين ما عندوش خلق أنه هو يعاتب ويبرر ويجري في العلاقة ويعمل مجهود زي زمان اللي هو أول خناء أخنقتين لا أنا ما عنديش طاقة والله هتخانق يلا إحنا فركش فموضوع الطاقة ده بقى مهمة قوي إن إحنا إزاي يعني أنا طاقتي طاقتي أنا بتروح فين؟ يعني الطاقة دي اللي هو دلوقتي بقت منجم دهب يعني بنحافظ على طاقتنا زي ما بنحافظ على صحتنا إيه الحاجات اللي بتستنفذ الطاقة؟ إيه الحاجات الغلط اللي أنا بعملها؟ بتخلي عندي كسل وخمول ومش قادرة تحرك وعايزة نام طول الوقت وطول الوقت دماغي وجعاني ومصدعة وعايزة نام وبتاوب فناس كتير قوي تفسرها لا أنت محسودة لا أنت خدتي عين جبارة النهار ده آه الحسد موجود وآه العين علينا حق يعني لما حد بيديك عين تمام بس برضو أحمي نفسي إزاي من الحسد ومن العين وإزاي أخلي طاقتي طول الوقت متجددة أنتو عارفين إن الطاقة بتتجدد زي بالزبط كده العربية لما بيخلص البنزين العربية لازم حط بنزين عشان العربية تمشي فإحنا كمان البنزين بتاع حياتنا هي صحتنا وصحتنا النفسية وصحتنا النفسية ما بتبقاش تمام غير لما بيكون طاقتي حلوة يعني عندي طاقة إيجابية عندي كده طاقة ونور والشعاع كده تحس بتدخل مكان تقلبه ما هديه طاقة فأنا إزاي أجدد الطاقة دي وإزاي لما بقى محسودة حتى أضيع إزاي طاقة الحسد دي وأشيلها خالص من على جسمي وابتدي طاقة جديدة حاجات كتير قوي هنتكلم فيها النهار ده وأسئلة كتير قوي أنتو بعدتن عليها النهار ده طاقة البيت طاقة البيت إزاي تبقى بيتي فيه شمس وفيه طاقة حلوة وفيه راحة نفسية هل الزرع بيفرق؟ هل لما بخر بيتي بيفرق؟ هل لما شغل قرآن في بيتي بيفرق؟ حاجات كتير قوي أسئلة أنا عارفة أن هي بتدور في دماغكم النهار ده هكون معايا ضفتي المتميزة جدا اللي إحنا نبقى صعدة جدا بكل الأسئلة اللي أنا اتراح عليها النهار ده خبيرة الطاقة الأستاذة حنان زينال هنتكلم معها في كل حاجة وكل الأسئلة اللي بتدور في دماغكم النهار ده إن شاء الله هنرد عليها كلها لكن قبل ما استقبل ضفتي في الستوديو خلينا نروح نقابل من خلال زوم ضيفي الكاتب وصانع المحتوى مايكل راشد أهلا بيك يا مايكل أهلا بيك يا مايكل أهلا بيك يا أمان عملي أخبارك الحمد لله تمام قولي بقى إحنا بنتكلم النهار ده عن الهدوء والسكينة الهدوء فعلا يعني ممكن نقتصر الهدوء ده أنه أنا عندي طاقة حلوة يعني أنا هادية كده ومستكنة ومبسوطة كده وتلاقيني هادية فهل دي طاقة يعني طاقة حلوة أنا بستحضرها يعني بجلبها من الكون يعني إزاي يجلب الطاقة الحلوة دي الهدوء والسكينة عم تبني يعني ممكن نقول الهدوء والسكينة ممكن نقول أنها حالة أو قرار هي موجودة أصلا جوانا يعني هي إحنا طلدنا بيها يعني مثلا في كتاب حلو عوي اسمه Power of Nau أكيد في ناس كتير عرفية يعني وهو قوت الآن يعني فهو الكتاب كان إيرك كان بتكلم في كتاب ده وبيقول يعني أنه هو أن الهدوء والسكينة على كلام آخر تقول يعني أنه هو أريدي موجود جوانا كلنا بس إحنا أساعات بننساه عشان إحنا مش مركزين في اللي بيحصل دلوقتي يعني زي ما أنت قلت أنا مثلا داخل البيت وأنا في دماغي حاجات كتير ليها علاقة بالشغل وفي دماغي حاجات ليها علاقة بمصاريف وفي دماغي حاجات ليها علاقة بمشاكل معناه الثانية فأكيد طبعا لما أدخل البيت أدي جوية فكل أن أنا ألاقي الهدوء والسكينة اللي هي المفروض تبقى موجودة أصلا جوية دي كل أن أنا لقيها بقى دلوقتي في البيت وأنا داخل الارتاح كده الموضوع يبقى صعب أو إحنا عندنا دايما الفكرة بتاعة البيكس دي يعني طالما أنا دلوقتي في بيك عالي من المشاحنات أو من السترس أو الضغوطات الممكن تكون موجودة صعب جدا عليك أن أنت تروح للبيك العكسية مرة واحدة فعلشان أقدر أصل للهدوء والسكينة دي أنا ما يحتاج يكون عندي زي ما كان مثلا باورف ناو أو آخر طول بتتكلم في الكتاب ده يكون عندي شكل من أشكال أن الهدوء والسكينة هي قرار أنا أخذ في الأساس أني أدور عليها جوه حياتي حتى علشان كده بقى تظهر حاجات جديدة ناس بتتكلم عليها كتير يعني مثلا الناس بتعمل أو تأمل أو الناس اللي بتعمل يوجه أو الناس اللي هي حتى بتصلي بس بصلي من قلبها يعني كل أفكار دي أفكار بتساعدك تاني أن أنت ترجع لهدوء والسكينة لأنها بتقلل شوية الدوشة أو بتقلل شوية الحاجات اللي هي موجودة في دماغك على طول طيب مايكل دلوقتي أنت راجع من الشغل ودلوقتي أنت راجع خلاص كلنا كل الناس عندها أقصات في حاجات ومتضيق أساعات حاجات في الشغل مدايقها ومنرفزها مديره ممكن يكون منرفزه مع الصابه زميله في الشغل عمل مشكلة في الشغل وهو تجازه فيه المهم بنقابل ضغطات وخصوصا كمان الطرق والزحمة يعني أنا ممكن أكون راجع من الشغل أنا خارجة من الشغل تمام أخرج في طريق ساعة ساعة ونص في الزحمة في سخافة الناس اللي بتسوق واللي بتكسر عليك فأنا بدخل البيت عايزة بقى هادي أنت بقى زي أنا أفصل كده ووجل بالطاقة الهدية اللي هو أنا بتدي بقى أصلا أنت أول ما بتدخل البيت بتبتدي طاقة جديدة بحياة جديدة يعني أنا خلصت يومي ففيه يوم تاني طويل جديد لسه جوه البيت أنت إزاي بتعمل الكنترول ده يعني إزاي بقى عقلة كده ما أدخل بدل المعودة زعق وزعق للولاد وزعق للبنت اللي بتسعيدني في البيت يعني إزاي أبقى هادية وأنا دخل البيت كده بصي أنا يعني أقولك الموضوع ببوسطة جدا يعني أنت عندنا طريقتين دايما في التفكير أو المايندسيت بتاعنا لها طريقتين يعني بتشتغل به فيه طريقة بنسميها امباورينج يعني طريقة بتخليك تفكري أنا ممكن أعمل كده إزاي وفيه طريقة دايما بنسميها سيلف لامتينج أو مطبطة دي كلها حاجات في علاقة بطريقية تفكير أو بالطريقة اللي أنا عالي بدوب بها ده كان موجود جوه كتاب اسمه أو عقلية الفكرة فين الفكرة أن أنا طول ما أنا أدماغي هتفضل مركزة على الحاجات المقصة أو الحاجات اللي وحشة أو الحاجات اللي بايزة أو كل الكلام ده أنا مش عارف أشوف أي حاجة غير الحاجات دي فأنا محتاج في الأساس رائب الفكرة الأساسية اللي بيتدور فعلي أو رائب أول فكرة جات في دماغي عاملة ازاي المشكلة أن الناس يعني كلنا يعني بننصق وراء أي حاجة بتحصل غلط وبنقعد نجري وراءها لأن الطبيعي بتاع عقلنا إنه هو بيتأثر بشكل أساسي بالحاجات السلبية أكتر من الإجابية يعني أنا لو قلتلك مثلا أنت فيه ثلاث حاجات حلوة فيك وفيه حاجة بحشة انتهت حاجات الحلوة ده أنا قلتهم ديقول ما لهوبش أي لازمة خلاص أنت غالب أنا تنسيه ما تركزي مع الحاجة الوحشة دي الطريقة اللي علينا أصلا مصمم إنه هو يركز بيها مع الحاجات لأني ده اللي بتمند لنا ده اللي بتمند لنا إن إحنا نكون عايشين فعلا دي حقيقة إن الواحد دايما بيركز على أكتر ديفو فيه يعني أنت لو قلت البنت أنت كل حاجة فيك حلوة بس حرفة لو غيرت لون شعرك مثلا هتلاقيها طول الوقت بتدور على ألوان الصفغات والشعر طيب مايكل أنا بشكرك جدا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معنا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورانا في الستوديو ضفتي العزيزة جدا على قلبنا خبيرة الطاقة لأستاذة حنان زينال أستاذة حنان زينال إزاي حضرتك أخبارك إيه الحمد لله زي الفن يمكن في بداية الحلقة كنت بقول ويمكن شكوتي وشكوتي ناس كتير جدا بصحى من النوم أنا مخنوقة مش طايقة نفسي مش طايقة العيال مش طايقة البيت بروح الشغل بالعافية عارفة دايما بتسمعي كلمة أنا بزق نفسي بالعافية زق اليوم معاية زق اليوم معاية فبنحس إن أحبا عندناش طاقة كلمة أنا ما عنديش طاقة وما عنديش خلق بقت منتشرة منتشرة جدا إيه اللي بيخلينا نستنفذ الطاقة وإحنا نايمين أسانا صحية من النوم عشان أنتي نمتي بالطاقة الوحشة نمت بالطاقة الوحش فصحيتي على يوم تقيل فأنا لازم أفضي الطاقة قبل منام نفضي الطاقة قبل منام قبل منام نعرف بس إزاي أفضي طاقتي كلها بتاعت اليوم الطاقات السلبية والخناء والزعيق والمشاكل أفضيها إزاي عشان نصحك كويس دوش دي الميا واجعلنا من المياه كل شيء حي فنضفنا كل حاجة هنعمل طبق فيه مياه وملح وشوي تخلي تفاح على نقطتين زيت لافندر أو ميت ورد حط رجلنا فيه أو نملأ البني وننام فيه أو نرميه في طبق ونرشه على جسمنا لأ نقولها تاني لأ أنا عايزكي فين الطاقة فقاليش سيزا حنا نعدى معنا بقالها فترة لا نرجع للطاقة الحلو ميا ملح خشن شوية خلي تفاح ونقطتين زيت لافندر أو ريحان اللي متوفر مع شوية ميت ورد وأحط رجلي فيها زي سيزايل زمان كنت لسه أقول لك يأم أملأ البني وأقعد فيه يأم أملأ في طبق وأروح رشه على جسم ده بيفضي كل الطاقة ده هينظف الهالة بتاعتنا اللي لمت بقى طاقات الناس اللي أنا تعاملت معاها خلاص أنظف بقى من جوة استغفار تنفس عميق اللي هو فابتدى استرخي أنا أنا شفت قبل كده قلتلي اللي هو على مرتين ليه على مرتين اللي مش على ثلاثة عشان أنا بدخل ياخد كتير ياخد يدخلي أكسوجين ويطلع لي بالحاجة يا إما هعمل القاتي هاخد نفس في أربعة واعدة أربعة واكتموا سبعة فيطلع لي كل اللي جوه وطلعوا في تمانية طويبة فطلع كل اللي جوه وده يا ده يا ده بيخلي كل حاجة أنا كتماهجة بالزبط خرجتك وفي نفس الوقت لازم أطبطب على جسمي كده أطبطب عليها بشكل لطيف أو قعد أهز جسمي زي العيل الصغيرة بتقط أهز جسمها كده وهي قاعدة زي ما بنقعد نذكر كتير فتلاقي جسمك بيتهزل واحده من كتر الزكر فتلاقي الجسم بيقعد روح ويهي كده من كتر الزكر بيتهزل من كتر ما بيطلع الحاجات اللي جوه توطر والحاجات من كتر الزكر طيب فيه ستات كتير أول ما بتحس إن بيتها فيه شحنة كده وفيه توطر بأول ما بتصحى بتروح مبخارة البيت فبرده لازم نهول أول قبل التبخير يعني لازم هفتح الشبابيك الأول أجدد الهوى اللي حصل فيه المشكلة يعني اتخانقنا زعقنا تعصبنا جايين بطاقتنا من برة خلاص الهوى هياخد الطاقة دي يعني في الآخر الطاقة دي محطوطة فهلتك فلازم أهول أول يبقى فيه طيارات هوا في البيت الأول وبعد كده هو أبتدي أبخر أبخر ودايما لازم أبخر وقرأ يعني آية الكرسي في اللركان عشان أحمي يعني أبخر أنظف وأحمي أي يعني أنا لازم الأول أفتح البيت وهوي كويس بالضبط وتاني حاجة لو أنا عايز أبخر أبتدي أبخر لكن وقرأ صورة الكرسي في كل ركن في البيت آية الكرسي أفعل في اللركان آية الكرسي وأهم حاجة، ممكن نرش مية وردة في الأركان، ممكن نرش مية بملح في الهواء كده، لما تنزل وننظف بقى الأرضية. طيب، فيه ناس بتقول إن المية والملح لما أنا برشها في أركان البيت دي بتأذي البيت، بتخليه فيه مشاكل أكثر؟ لا، على حسب، على حسب، البيت فيه إيه، وعلى حسب طقة البيت شكلها عمل إزاي، ففيه الناس بتأذي، ترش مية ورد، مية ورد، ومية ورد مش هتأذي حد. أية الكرسي هتحمي من أي عورة الداخلية في البيت، أي تقادسة البيت، أي تقادسة لمية، أية الكرسي، طبعاً، تمام، في حتة البخور بقى لإن مش هنبخر كده وخلاص، فيه بخور يعني فيه مثلاً أنا حب أبخر بالعود، فيه ناس بتحب تبخر، سمعنا إن وراء اللورة لما بحط على الفحم، استرخاء، بيدي طاقة رزق، لا استرخاء، القرفة اللي بتدي طاقة رزق، القرفة، 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 إن أنا هرش قرفة على باب البيت في أول الشهر بتاعي، الشهر العربي أول الشهر، كل واحد يختار الشهر الميلادي أو العربي براحته، بنرش قرفة على باب البيت؟ باب البيت، أو نحطها في الاركام بتاعت البيت، دي بتدي رزق؟ أو نبخر بيها، بس القرفة القرفة، لأن فيه عيدان قرفة مضروبة مش قرفة، القرفة الأساسية، وممكن نحط شوية قرفة بودرة قرفة كده، ونحطها في المحفظة بتاعتنا، أو نحط عود قرفة في المحفظة بتاعتنا، أنا عاملة كده على طول، ورق اللورة بيدي استرخاء، بيخلي البني أدم هادي كده، فما تحسي إن الدنيا بتضرب تالي بأوا إيه؟ أرفع؟ هدوء، تماماً، طب لو فيه بيت كله مشاكل كل طول الوقت، يعني فيه مثلاً مشاكل كتير بالجنة، تقول لك أنا كل شوية تخانق معجوزي، مهولية ما نضفتش طاقة الخناعة الأوانية فبدت جر تاني، أول ما يدخل البيت بيركبوا مئة عفريت، الفرش فيه نفس الطاقة، الستاير فيها الطاقة، فالعفش فيه الطاقة، فأنا ما بنفضش، ما بنضفش الستاير، ما بخسلهاش، فأنا لازم كل فترة أنضف ستاير، أخسلها، أنفض المرتبة، لو عندي بلكون أينفع أنشر المرتبة فيها يا ريت، ونفضها، وأقلبها كل فترة، ده مهم جداً يا جماعة، ده صحياً ونفسياً، طب مين أكتر الناس اللي بتحس إنها عندها هدوء وسكينة في حياتها؟ اللي عندها ذكر يومي، اللي هي بتجري على طول على الصلاة، بتجي على طول على الوصلة بينها وبالربنا، دي هتلاقيهم أكتر ناس مدهم هادي، يعني ردود أفعالهم هادية، يعني زي ما بيقولوا إيه سوية، يعني ما فيهاش المفعال الزيادة، إيه لما تمسك في ورد؟ وده أنا بتكلم في الديانات كلها، مش بتكلم في الإسلام بس، يعني في كل الشرايع، لازم يبقى حاجة وصلة بينك وبالربنا، لازم، دي أكتر حاجة بتخلي البني آدم هادي والاستغفار، أكتر حاجة تخلي البني آدم هادي الاستغفار، طيب مداد بقى كده رجعنا لها تاني، رجعنا نلبس الخرز الزرقى، وأنا عارفة أنه فيه فرق ما بين الخرز الزرقى والعين الفرعوني اللي هي الزرقى اللي هي بتاعتنا بتاعت الفرعى لا، رصي هو الاثنين ما لهمش لازمة أصلا، والاثنين؟ أما ليه دايماً الحسد يقول لك إلبس حاجة زرقة؟ هل اللون الزرق ليه علاقة بالحسد؟ اللون الزرق دوت بيمسك الحنجرة فبيمسك الحنجرة دي فممكن طول ما أنا لابسها تزود لي طاقة دخول الطاقة في الحنجرة في التسويس يزيد الفك يبتدي الأسنان تتكسر الودان يحصل فيها طنين الرقبة تتوجع فما تلاقي الحنجرة على طول فيه شرقة لأن فيه دقة دخلة كتير تحسني فيه هوا في الموضوع فطالما ما لاهاش داعي إحنا عندنا حاجات أقوى من الخرز الزرق طب يا موضلة خلينا أسألك بقى إيه الحاجات اللي إحنا نعملها عشان الحسد إحنا طول الوقت محسودين طول الوقت محسودين إسكار 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 بس يعني الفتحة كل أعوذوا برب الفلق كل أعوذوا برب الناس أيدي الكرسي خواتم سلط البقرة الإخلاص الفلق الناس مفيش أقوى من كده طيب أنا بشوف طول الوقت حنانزي نالمشي بمية ورد فأنا تعلمتها منك اللي هو كل كل ما شوفها لقيها ماشية بمية ورد وبعدين طاقة الكرسي ولقيتك مثلا إيه بتنفضي الكرسي قبل ما قعدتي وبعد كده ما بجي أسلم على حد فأنا رش على إيدي وقفل الطاقة لا أعلمين إزاي لو أنا دخل على مكان و أنا عارفة أن أنا الناس دي مثلا ما بتحبنيش أو الناس دي خبسة أو هيحسدوني أعمل إيه تاني ما هو أنت فكرك عن الناس هو اللي هجيبه يعني إيه أنا فكري أن أنا هروح ألاقي إيمان بتستقبلني حلوة بتاعها هتستقبلني حلوة لا أنا عارفة أن إيمان حقودة وسودة ودنيا وبتاعها أول ما هدخش هتعمل كذا وكذا هشد ده منها إلا أنا بشعره وبفكر فيه اللي هشده من اللي قدام حتى لو هو وحش وبيفكر في دوت هيطلع لي الحلو غصبا عنه لأن ده اللي أنا شدته في الآخر البني أدميه اللي حوالينا إنعكاس حتى لو هو وحش وحشته هتبقى نفسه مش هتطلع لي مش هيقدر يعمل ده طيب أنا أعمل ده إزاي أحصن نفسي إزاي أول حاجة زي ما قلت قبل ما نخرج من بيتنا خلاص هنعمل حاجة بسيطة جدا زي ما قلت الفتحة والبتاع وهنفخ واروح مسح جسمي لا نقولها تاني انت بس الفتحة آية الكرسي خواتم صورة البقرة الإخلاص الفلق الناس وبالنسبة للإخوة المسيحيين مزامير الحماية هم عندهم كتير قوي خلاص وهنفخ في إيدي واروح مسح على قد مقدر كده أنا أنا بحسن جسمي كله بعمل هالة كده حوالين جسمي أفلت كل حاج مفيش محدش هيقدر يخترقك بأي شكل الأشكال طيب أنا قاعدة في قاعدة حسن الأنرجي أو الطاقة بتاعتهم جاية تعباني زي ما انت قاعدة كده زي ما انت قاعدة كده هو قاعدة حتى إيدي قفل إيدي كده خلاص يا إما حتى إيدي بالمنظر ده زي عشان يبقى التحكم يعني أنا لما أكون قاعدة مع ناس أبقى قفل إيدي كده يا إما قفل إيدي كده كده هو زي البيبيهات يعني كده كده هو هتخط يده الأول هنا أيوة زي البيبيهات آه أوكي زي البيبيهات يا إما تحطي إيدي كده هتقفلوا على بعض قاعدة الإيديكات العادية تمام كده أنا قفلت جسمي طاقتهم طييلة دي مليانة حاجات كتير ممكن تبقى مليانة حسد ممكن تبقى مليانة توطر طاقت كتير أعمل إيه لما حسد اقفلي نفسك زي ما قلت نقفل على طول اقفلي على طول أول ما هتقفلي مش هتعرفي تاخدي ولا هتاخدي ولا هتدي طيب فيه ناس دلوقتي قبل ما بيبتدوا ياخدوا بيت بيبتدوا يفكروا في البيت اللي دخلوا طاقة يعني أنا أعرف إزاي إن بيتي الطاقة فيه ضعيفة جدا أو معدومة البيت ده بقى كئيب أي حاجة مستطيلة فيها جزء طاقة واقع مستطيلة مستطيلة يعني أنا أدخل بيت ألاقي الريسابشن مستطيل يعني هي الشقة كلها عاملة كده يعني هي متوزعة كده ففيه نصف واقع فمزاي؟ فدي طاقة وحشة تمام فلازم نوصل لمرحلة الأقرب للمربع يعني الشقة كلها أقرب للمربع كبلان تمام وكده أولا ثانيا زمان كان ابن سينة كان يحط حتة لحمة في البيت لو عفنت على طول يبقى طاقة البيت وحشة لو قعدت فترة لسه فيها النفس زي ما بيقولوا ولسه ناضرة يبقى لسه طاقة البيت جميلة طيارات الهواء يعني أنا مفتح أقعد في حتة لقي فيه هوا شايفي أنا مفتح هنا وهنا لقي الطاقة راحة جاية في المكان يبقى طاقة البيت حلو لأ أنا قعدة هنا وحرانة وأنا فتحة الشباكي ناك ومش وصلني يبقى فيه سد فيه سد هل الطاقة الهواء بيخش جامد يبقى فيه طاقة كبيرة أوي هتخش هتعمل لي مشكلة فالزيادة زي النقص طيب فيه ناس برضو أنا من الناس دي برضو يعني ممكن أن يكون نزلت من البيت وأشغل القرآن وأسيبه شغال فيه ناس تانية عندها رأي تاني يقولك لأ حرم تسيب القرآن شغال في البيت لا معرفش ده تفتب الفتي ده بقى مع الشيوك لكن أنا شايفة أن القرآن يقرأ يقرأ أنا برضو كمان شايفة أنه هو يقرأ يقرأ عشان أنا هلتي وخلايايا تسمع الكلام ده يعني أنا أسمع ده وخلايايا تسمع ده أعضاء جسمي تسمع ده وانتي نما بتسمعي الكلام ده وانتي بصوت عالي وانتي بتقرأ القرآن بصوت عالي انتي بتهدي الجسم بيهدى هنرجع بقى للمية اللي دايما حنانزي نالب بتنصح بالمية لأن فعلا كل حاجة ربنا خلقها بتحيق بالمية لكن أروح نشوف تقرير صوريت وكاميرا يحكى أنا في الشارع ونرجعتين وأنا بسحب من الفجر بسرعة عشر التمرين أنا وصحابي يعني فبنسحب من الفجر تمريننا الفجر نلعب تعديف هنا فيومنا بيبقى طويل قوي فنفيش حاجة بتخلينا متفاعلين أكتر من كده يعني بسمع قرآن بعض في هاتفاضية بهادي أذكر أعمل أي حاجة كده لو هاتف تشغل دماغي أعطش فكر كتير لما بسحى بدري قوي وأعمل فطول لنرسي وكده واش عارف يعني لما بنزل بقى الصبح وكده بحيث أنا مبسوطة أنا بحب جدا أسحى بدري يعني أنا بحب أن أنا يومي يبدأ بدري الصبح بحس بتفاول جداً و بعد كده بيبقى عندي تمرين دايماً بتمرن وكده وبس وعليه بقى بالليل برجع وقعد مع عائلتي وكده وكده دايماً الجم بحب روح قوي وبيبسوطني جداً ولما بخرج مع صحوي برضو حاجاتي ببسوطني قوي وأهلي بقعد أنا وأهلي بالليل متفرج مساء على حاجة وكده وعادي مساء على غدا وكده طبعاً دي حاجة بتخليه مبسوط جداً بحب ألعب رياضة رياضة بتديني طاقة إيجابية كتيرة وبحس بالتفاول مساء لما أبدأ يومي من بدري وكده وبحسنا أنا ممكن أحقق شوية حاجات ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولسا معانا في الستوديو الأستاذة حنان زينال خبيرة الطاقة وتجديد الطاقة والطاقة السلبية والطاقة الإيجابية بنسمح كلام كتير قوي عن الطاقة وابتدينا نفهم ونبقى فاهمين يعني إيه طاقة إيجابية وطاقة سلبية بس ساعات بنشتك كتير من ناس تقول لك يعني كتير بندخل علاقات وبتتفركش علاقات وبنقول إن الإنسان ده تاكسك والإنسان ده سام وده طاقته سامة وده لكن ممكن في الآخر ما يطلعش إنه هو لا شخصية سامة ولا حاجة ممكن في الآخر ما يطلع إن أنا اللي مش عارفة استقبل ولا أرسل فالعلاقات السامة رأيك فيها إيه من ناحية الطاقة تاني أنا بجذب اللي أنا بفكر فيه يعني إيه؟ يعني أنا شايفة الرجالة كلهم كدبين مش هشد غير الرجالة كدبا ما هو مش معقول برضو يا حنان تاني السوسة في دماغي كل حاجة بتحصل برا ارجعي جوه ما تدوريش برا دوري جوه دايما أنا اللي بشد الحاجة مش العكس طب أنا لو طول الوقت بقول أنا عايز أرتبط براجل كريم مش عايز راجل بخيل وأنا عايز راجل موصفاته كذا طب ما أنا بفكر هو طب هل أنت كريمة مع نفسك؟ لا معنى إيش هل أنت كريمة مع نفسك؟ لا لا يمكن يعني لا يمكن تبقي كريمة مع نفسك وتشدي راجل كريم لو أنت كريمة مع نفسك هتشدي الراجل الكريم تاني اللي بقدمه النفسي هشده اللي بعرف أقدمه النفسي وشبع نفسي بيه هشده يعني أنا كريمة مع نفسي بطبطب عليها خلاص بأحنين عليها لا فيها جلد ولا لوم زيادة ولا فهمت إزاي نفسي في حاجة بروح أجيبها فهمت نفسي في لقمة ما بقعدش أفكر أصله فصله واللي ورايا والدنيا والليه لو مش عارفة إيه وعارفة أن ربنا كريم وزي ما الدنيا دلوقتي عيديني بعدين زي ما بيديني دلوقتي عيديني بعدين وزي ما بيحلها دلوقتي عيدينها بعدين يعني بالمثل أصرف ما في الجيب لا مش للدرجات أنا في الآخر بقولي الضروريات يعني إيه يعني أنا محتاجة ده لا معلش مش هعمل ده عشان وعشان 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 فبدت كل ده فخلتني في آخر اللستة لا أنا اللستة وكل ده بيخدم علي يعني أنا كل ما دلع نفسي هلاقي اللي يدلعني بصب كل ما حبني كل ما حبني هلاقي اللي يحبني كل مصرف على نفسي واجيب اللي نفسكي وابقى كريمة مع نفسي علاجة الراجل الكريم اللي هيكرمي يعني للي بدين نفسي هشد ويدهوني فماينفعش بأنا عايشة جوايا خلاص جوايا لا فاهمة نفسي ولا عارفة نفسي ولا عارفة تفاصيلي ولا عارفة بحب ايه ولا بديني ولا بطبطب علي ولا بكلمني ولا بقدرني ولا بعززني وعايزة اللي بره يعمل ده ازاي لأ وما بقاش كمان كئيبة وتول الوقت بند بحظي وفي الاخر عايزة الراجل يبقى فرفوش ولذيذ يا ايمان منين يعني انا هشد الطاقة منين؟ ما أنا أصلاً الطاقة دي مش عندي. الطاقة مش عندي. خد يبالك أنا كتير قوي من الحالات اللي جاتلي. بلاقي إن المفهوم بتاع الحاجة هي مش فهمها. مش أفيتوش أصلاً. يعني أنا ماجا أقول لها الفرح والمرح يعني إيه؟ هي مش عارفة يعني إيه فرح ويعني إيه مرح. مش عارفة الصفة دي بتتعمل إزاي أو شكلها إيه؟ أو الشعور ده عامل إزاي؟ فلازم الأول يبقى زي ما بيقوله والمفهوم نفسه جواي عشان عارفة أشده. أنا مش عارفة يعني إيه كرم. ومش فهمة إزاي شكل الكرم. هشده منين؟ أمه ليه دايماً اللي بيصرف كتير والكريم الزيادة بيقابل ناس استغلالية وعايزين ياخدوا منه؟ عشان هو بيصرف تاني. بيصرف عشان يشد انتباه. لا. يعني أنا ممكن أكون بصرف كريمة جداً مع صحابي بصرف بخيرة مع نفسك تاني. بلاقي الناس الاستغلالية أكتر هما اللي بيجوا عندي. أيوة. مع أني أنا كريم. لأ تاني. ما هو أنتي بتدي في الحتة الغلط. ما هو الكرم إن أنا أبقى كريمة مع الناس إن أنا أديله اللي محتاجه. مش عمل يعني زي ما بيقولوا إيه خليكي كريمة مش لطيفة. اللطيف ده بيجي على نفسه كتير عشان يردي الناس. لا أنا مش عايزيكي تردي الناس. أنا عايزة لما حد يحتاجني هنروح أجري وراه وأديله. هلس وطب طبع ليه وعمشي. لأ أتعاطف بقى ولا أجي على نفسي ولا. لأ أنا بدي على أدي. على اللي أقدر أدي. تمام. لكن معظم الناس بتدي لمجرد إنها تردي. لأ حرام. أصلي مش عارفة إيه. طبع عشان يفضل في حياتي. في ناس كتير على فكرة بتقدم لمجرد إن الناس تبقى حواليها. لأنها خايفة تبقى لوحدة. ده خوف من الوحدة. بالزبط. وخوف من إنها مش مرهوبة. مش محبوبة. مش مطلوبة. فلأ أدفع فلوس. يعني بأدفع حق الاهتمام ده. وده ما يفصح. وده ما يفعش. لأن في الآخر لا يفصح إلا الصحيح. حتى لو أنا راجل بالله. راجل بيدفع كتير ويجيب كتير عشان الستة تبقى موجودة في حياته. وعايز الاهتمام ده منها فبيدي مقابل كتير. مش بس كده وتلاقي ستات تصرف على حد وتجيب له هداية ومش عارفة إيه وبتاع لمجرد إنه يحبها. لأ على فكرة كده مش يحبك. مش يحبك. هينفر منك الظبط. لأن الراجل عطاء. والست استقبال. يعني الأنثة بتستقبل. الأرض بتستقبل. يبقى العطاء أكتر مفروض يكون من عبد الراجل. من الراجل. يقوم عليها. يخدمها. يجيب لها. يفضل يحسس إنها محتجاله. بيعمل لها. خد يبقى لك الرجالة بتحب ده جدا. إنه يحس إن الست محتجاله. الست عايزة منه. يهتم بيها. حصل موقف قدامي. كان عجيب الشكل. لقيت واحد كده من ناس الجمال كده من منطقة شعبية. ولقيت بقى عمالي زعلاوانتي وشايفاني وشغاله وشايفاني وطعبان وبتاق وهي بقى بصت وسكت كده. وقيت له ايه. ما أنا ماليش غيرك يا حبيبي. لو ما طلبتش منك أتلو من راح جواخدها في حضنه كده. قال له. حبيبتي أنت تؤمري أمر. وأعمل لها كده. بصي. لمجرد أنها سمعته يا ستات. قالته بكلمتين. سمعته كلمتين عملت ايه في الراجل. بس. مش أنت بقى أنا 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 أنا. فقالت له كلمة أن حسسته أنه هو اللي بيقبي. هو اللي مماشي الدنيا هو اللي محتاجه له. هو اللي. أيوة أنا فعلا في حلقة أقدرته. في حلقة من الحلقات اتكلمنا على الهرمون الأنوسة والذكورة. وفعلا اكتشفنا أن الراجل بيبقى محتاج يحس أنه هو سيد الرجالة. يعني كل ما الستة تبقى أنسة قوي مع راجلها كل ما بيحس أنه هو كل حاجة فبيدي أكتر عطاء وبيدي كل حاجة. يعني الراجل محتاج يتقدر والستة محتاج أمان. أيوة. خلاص فمسافة ما هو هي قدرته. رح لمامها على طول وقال لها يا حبابتي وانا تحت أمرك والانت عايزة. رح مطبطب عليه على طول. لكن لو أنت هو أصل هو فصل وتقلل فيه وتعمل لك وانا بعمل لك وبسوي لك وتفضل تمن عليه. هو ده. فبالتالي زي ما بيقولك أنا هشد يا أم حاجة رفضها جدا. لا أنا بكره دول. فطول ما أنا رفضها هيجيلي. هيجيلي. وطول ما أفكر أنه هو ما فيش غير كلهم كده وعملت هيجيلي. فكلهم كده. طيب أنا فكر إزاي. دلوقتي بس عملي هو. أنا دلوقتي خرجة من كذا علاقة فشلة. وطول الوقت حياة صعبة وخيانات وناس استغلالية في حياتي وأنا بتكلم بالسان البنات فأنا سهقت يا حنان. أنا خلاص كرهت كل رجالة. كلهم كدبين وكلهم خينين. وقلالة الأصل وما بيسونوش العشرة ولا بيسونو أي حاجة حلوة. أنا دلوقتي كالبنت اللي بتتكلم ده. أستقبل بقى الحاجة الجديدة الحلوة زي. وليلي كده جلسة دلوقتي. تاني. أنت عارفاك يا إيمان؟ يعني هل أنت عارفة صفاتك لو جيت قلتلك كتبيلي سبعين حاجة حلوة فيك هتقرف تكتبيي سبعين حاجة حلوة فيك؟ لا من سبعين. أعرف أكتب أربع خمس ست حاجة. ما هي دير بقى المصيبة. لما أنت مش عارفاك يا إيمان اللي برا هيعرفك إزاي؟ لابا أنا عارف نفسي إزاي. ما أنت لازم تشوفي صفاتك يعني أنت مثلا هتعوي تكتبيي مثلا إيه؟ أنا شعري لونه حلو وطوله حلو وكسفته حلوة وفهمها؟ وملمسه حلو. هذه أربع نقط من السبعين. هذه نورت الشعر. ده رسمة الحواجب بتقلي الحواجب مش عارفة إيه وقتها. هذه ثلاثة كانين. هذه سبعة من السبعين. تمام. وابتدي أفصص نفسي في حلوتي كشكل. أكني برسم نفسي حد رسم بيرسمني. وابتدي أنور صفاتي. أنا مستمع جيدة. أنا طيبة. أنا خدومة. أنا نشيطة. طب فصصت كل صفاتي دي. هل المفروض اكتبها على ورقة؟ ولا أنا عارفة نفسي. لا تكتبي الكلام ده. أكتب على ورقة. لما بتكتبي الكلام الحلو ده. نون وما يسطرون. القلم وما يسطرون. ليه أنا كتبت سببتها للكون. فبدل ما بحط نور فين هوا. زي الاسبوتات دي نور ونور ونور. لا أنا بنور من جوه. لما تلاقي اسطط على حاجة. هتلاقي الدنيا ظلمة كلها وهي الوحيدة اللي بنور. تمام. لكن ما بخلي الأباجورة تبقى منورة من جوه. بتنور القضاء كلها. هو ده اللي أنا عايزةك تعمل. نوره من جوه. يعني كل واحدة فينا تبتدي تجيب ورقة. وراجل حتى لو رجالي. وأكتب صفاتي كلها الحلوة اللي أنا شايف. تبقى أكتب الصفات الوحشة؟ لا. ماكتبش الوحش. تاني يا جماعة. ما تنكشوش في الوحش هيزيد. ونكشوش في الحلو يزيد. طيب. نمتن للنعم تزيد. خلاص. نشتكي يزيد. فحطوا نسبوت الإضاءة للحاجة اللي إنتوا عايزينها مش خايفين منها. يعني أنا أكتب كل الصفات الحلوة اللي فيها. بالزبط. وبعدين وحطها معي. ولا حطها تحت المخدة. وكل مرة زود. أفتيك لحاجة زود. أصلا أنا دايما بسمع حاجات كتير. يا حطها تحت المخدة وأنا نايمة. لا لا. أصلا هي أصلا هي مش أمنيات. أنا باتكلم عن صفاتي. طيب دي هتعمل لي إيه بقى لما اكتب صفات الحلوة؟ ما هوت أنا بقى بقوله. كل ما هتكبي صفة هتنوري. هتنوريها. فأنتي لما تنور قدامك. جواكي أنت اللي قدامك هشوفها. فأنتي هتخلي الناس تشوف الحلوة بتاعك بس. بتأثيرها فعلا. جدا. أنا بكلمك عن تجربة شخصية. ففي التالي الناس تيجي تقولك إيه؟ الله دي منورة. أيها منورة عشان أنا منورة الحاجة وعايزة الناس تشوفني منورة. فاللي أنا عايزة الناس تشوفه هوجه الدنيا عليه. طول ما أنا قاعدة ما بشتكيش. أنا بحمد. العربية حصلها حاجة. الحمد للن سطر ربنا وما ولعتش. الحمد للن حد جي خدها وصلحها وكان معايا فلوس التصليح. يبقى أنا حمدت على السطر وحمدت على النعمة وحمدت إن ربنا سطر معايا. ما جيش أقول ياه ده الكويتش باظه ده غالي واجيب منين الفلوس وعمل إيه؟ يبقى أنا حتى الابتلاء قلبته وشكرته على نعمة ربنا أنه سطرني. يبقى أنا زودت إيه؟ النعم. النعم. يبقى أنا زودت طاقة النعمة في حياتي. طاقة الليمتنان. طاقة الحمد. فتزيد. لكن طول ما أنا فيا كذا وفيا كذا وأنا عصبية وزفت وما بجيبش غير كذا والدنيا عندي كذا. يبقى أنا بعمل إيه؟ بزود الطاقة دي في حياتي. يبقى مش هتشد غير ده. فيقولي هو أنا من المشكلة للمشكلة ومن المصيبة للمصيبة. هو أنا حظي عامل كده ليه؟ هو أنا من المشكلة لمشكلة ومن جواز لطلاق لطلاق لانفصال. يعني فيه دايما ستات تقولك أنا حياتي كلام الكعبيلة أصدق حظي في الدنيا. هو ده. إنتي قلت على الله ما لا تعلمي. إنتي ده ظنك بالله فاخدتيه. أنا عند ظن عبدي بيه إذا كان خايف فهو خير وإذا كان شر فهو شر. يبقى في الآخر أنا قلت إيه على ربنا؟ أنا على طول مبتلئة وعلى طول مش عارفة هيقف بذاته الإلهية يدفع عن نفسه. لا طبعا خودي. فعشان كده لقين شكرتم لأزيد إنكم. لقين شكرتم لأزيد إنكم. الشكرانية إن أنا أتمتع ودي من اللي عندي. فالتمتع بالنعمة مش هقعد أتباه بيها قدام الناس. لكن أبقى حامد بجد. يبقى عندي رضا من جواب جد. تباهوا بالنعمة لله. مش لغير. لأن أنت فيه ناس يعيني حبيبتي ما عندهاش ده ومتش قادرة تعمل ده. فما تكسريش نفسهم. ما تقوميش الدنيا عليك وتقولي أصلا أنا اتحسدت. أصلا أنا اتعملت. وفي الآخر النعمة في الآخر. هو كرم وفضل من الله مش باكتهد منك يعني. مهمة بيقولك أما بنعمة ربك فحدث الله. آه يعني أقول لربنا شكرا. آه أحدث الله. وحدث الله في إن أنا أتمتع بالنعمة. وإن أنا لو أقدر أدي منها أدي منها. طيب بما إن إحنا بنتكلم على نعم ربنا الحمد لله يعني التي لا تحصى. هنروح لأكبر نعمة. فيه ناس بتشوف النعم كل واحد من وجهة نظره. فيه ناس بيحب بيشوفوا إن الولاد أكبر نعمة في الدنيا. فيه ناس بتشوف الفلوس لأنا بس لو معايا الفلوس ده أنا أكسر الدنيا. فما أننا بنتكلم على نعمة كبيرة وهي الفلوس ففيه شقين معايا. إزاي أجلب الرزق يعني طبعا وأكيد ربنا سبحان. لا 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 تاني ما أجلبش حاجة. آه. الرزق موجود متضفق لوحده لأنه ربنا وعدنا بالرزق وهو قال كده في القرآن. تمام بس حضرت كلمتي قبل كده إن أنا ممكن أبقى مسكة محفظة معينة. لا 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 تاني الرزق موجود ومتضفق أنا اللي بحط العوائق. هو بينزل وأروح أنا اللي قفل الحلفية من عندي هي مفتوحة من فوق. طيب الرزق هو نازل وأنا وقفته. بوقف رزق إزاي؟ إن أنا بستكترع على نفسي إن أنا أشوف إيه ده وأنا هينفع يجيبي كذا. فهمت إزاي؟ إن أنا أقول آه ما أقصت كل اللي معاهم فلوس حرمية. أصل هما لازم يكونوا أصل الفلوس دي بتبوز. فهمت إزاي؟ ما أقص لنا والناس تجالها الفلوس بتتخضوا متعرفش تتصرف. أعمل إيه؟ وتلاقي مثلاً شاطر ومكتيد وكل حاجة يقول لك لا أنا مش عافة أشتغل لأن ده أشتغل بالواسطة. فأنا هشتغل إزاي ده هو عنده أدو فلان. هو ده اللي أنا بتكلم فيه. يبقى الرزق متضفق. أنا كل اللي مطلوب مني أشيل العوائق اللي أنا حطيتها في دماغي. أعم. خلاص؟ برضو الفكر. هو تاني كل حياتك حاجتين. فكر وشعور. فكر وشعور. اللي اتنين تنغموا مع بعض بفكرة حلوة وشعور حلو. هتجيب الحاجة اللي أنت عايزها. الاتنين بقوا متضدين مع بعض أو شعورهم وفكرتهم وحشة. هتجيب الوحش لنفسك. طيب فيه تجربة ناس جربتها كتير. بس أنا لسا وجربتهاش. لكن بيقولك أنا بمسك مرتبي من هنا أول الشهر. ولقيه بيتفرتك. ما بيعودش معي يومين ثلاثة. فحننزي نال رح تقولتي في فيديو. أنا حط إيدي على الفلوس وأقرأ إيه بعشان الفلوس تزيد. سورة قريش. ثاني أنا مش بس على الفلوس. أنا على ذهبي. أنا على أكلي. أنا على هدومي. أنا على أي حاجة مادية في حياتي. بقرأ سورة قريش. سبع مرات. ودي حاجة أنا خدتها من جدتي على فكرة. فأنا بجربها بقالي. بجربها يعني. أنا بجربها من 2013. مفيش فلوس بجيلي أو بجيبش أو هدية جيلي. وسبحان الله أنا بعملها محبة. قناعة. يقين إن ربنا زي ما قالها في الآخر. أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما بتقري على الحاجة دي. بقناعة ويقين ويقين ورحص نظام. بيقين الهدايا بتجيلك تاني بزيان. والفلوس بتيجي تاني. والفلوس بتيجي تاني. والشغل بيجي. خلاص. ولو السفر بيجي. يعني على أي حاجة ملموسة بعملها بعمل ده. ومشاء الله يعني. ومش لوحدي ناس كتيرة جربت الموضوع. في ناس تيجي تقول لي إيه. لأ ما قصنا قرتها والفلوس اتصرفت. دي أنت دخلة مصلحة على فكرة. ربنا ما بيتعاملش بالمصلحة. ربنا بيتعامل بالمحبة. بيتعامل باليقين. بيتعامل بحسن الظن. فأنت بتقولي على الله. مش بتقولي علي على فكرة. ده كلام ربنا. مش كلامي أنا. أنا في الآخر بقولك. ده فعليا من المجربات. مش من أنا الوحدي. ده من أيام جدود. جدود الجدود. خلاص. وفعليا أنا أنا قعدة بقالي 11 سنة بعمل ده. 11 سنة فعليا. طيب. تحب يا حنان تقولي إيه للناس اللي هو إيه. أنا عايزين نعمل علامة غلط كده. على كل الحاجات الغلط اللي إحنا فاهمينها. فكرنا جايبها غلط. يعني كل الإشعاعات. كل الحاجات اللي اللي الناس بتقولها غلط. فحنان دلوقتي بقى هنقول كده إيه. محزير. ما تعملش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حاجات. أنا مش هقول ما تعملش. هقول اعمل. طب يلا اعمل. خلاص. أشكر الله وعدد نعمك. خلاص. ساعد الناس واعطي مما أعطاك الله. خلاص. أجبر خواطر الناس. خلاص. واشتري خواطرهم واشتري الإنسان عن الحدث. عن المشكلة. خلاص. تغاضوا عن نواقص نفسك ونواقص الناس. خلاص. بص في ورقتك. بص في ورقتك. خلاص. عليكم أنفسكم. خلاص. ملكوش دعوة مين ضلوا مين عملوا مين بتاعه. في قرب منك ليه. خدوا على جنب وانصحوا نصيحة بما يرضي الله. لكن ما تجيش قدام الناس كلها. وتقول له عمل وسوي وانت فيك وفيك وفيك. خلاص. لا تخوضوا مع الخائدين. خلاص. كل ما تتدايق وتزعل وتتخنق. اجري على ربنا ما تجريش على حد غيره. لا تشتكوا الله لعباده. حبوا. حبوا نفسكوا. طبطبوا عليها. قدروها. غلوها. خلاص. وكما تحب نفسك حب الأخيك. فحاجات صغيرة جدا يا جماعة. حاجات لا تذكر. يعني ما تيجي تركن. ما تبصش لنفسك ان انت ركنت وخاص توز في حد غيرك. لا. زي ما انت بصت لنفسك بص اللي جنبك هيجي يركن. هم. زي ما لقيت نفسك معاك وجرانك شم وريحة أكلك ودي لهم طبق. هم. هم ازاي؟ قطة ما تقعدش تدقيقها وترزيها لمجرد أبالعب وبهزر أو كلب أو عصورة. هم ازاي؟ يعني خلني عندكم رفق بنفسكم وبغيركم. العطاء دايما بيجيب عطاء. طبعا. دايما الشخصية. والمحبة بيجيب محبة. والروفق بيجيب رفق. واللين بيجيب لين. وزي ما دايما بيقولك ازرع خير تلاقي خير. بالظبط. ازرع شر تلاقي شر. مظبوط. أستاذة حنان زينال بشكرك جداً على وجدك معنا النهاردة على شاشة القناة الأولى ودائماً إن شاء الله لنا لقاءات عدة موضوعات كتير جداً مرحيناش نكلم فيها النهاردة إن شاء الله بشكرك يا فاند مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة وآخر كلمتين حاب أقولهم إن فعلاً الواحد طول ما هو حابب نفسه وحابب الناس ومش دائماً حاطت الشر قدامه إن الناس دي خبيثة الناس دي مصلحة جاية الناس 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 لو أنا بصت لحياتي وشكرت وحمدت وجبرت بخطري وجبرت بخاطر الناس أكيد حياتنا هتبقى أحلى وأكيد طاقتنا وطاقت بيتنا هتبقى أحلى ما بقاش طول الوقت تشكى في جوزي believer addictive من عيالي طول الوقت أنا إيه اللي خلينا تجوز وانا خلفت بقدري ليه هو إيه الواش ده وإيه العيال دي وإيه المسؤوليات دي وأنا كمالي ومال المسؤوليات دي كتر الشكوى شكوى 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 انت زاة نفسك اللي بتاعي وبتمراضي وبتدخل للمستشفى وحياة كلها بتتقلب لان انت لطول الوقت بتشتكي وتقولي ايه بصير راجل هادي ازاي ما هادي عشان هو مش بيعمل زيك يعني هو بيقول الحمد لله وخلاص فنحمد ربنا ونجبر بخاطر الناس لان دايما جبر الخواطر ده امتو كبيرة قوي عند ربنا اشوفكم الحلقة جاء ان شاء الله ودايما بكون معاكم امام مختار ويحكى ان على شاشة القناة الاولى